تحظى العلاقات البحرينية الإماراتية بدعم كبير من قيادتي البلدين الشقيقين في المجالات كافة حيث يحرص جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وأخوه صاحب اسمه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على تعزيز العلاقات بين البلدين والارتقاء بها نحو آفاق أرحب مما يصب في صالح البلدين وشعبيهما الشقيقين ومن منطلق وحدة المصير والتحديات الإقليمية والدولية حرصت قيادتها البلدين الشقيقين على تعزيز العمل العسكري المشترك الذي يعزز من القدرات الدفاعية ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله من منطلق إلاغات التعاون والتنسيق المشترك القائم بين قوة دفاع البحرين والقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة على كافة الأصيدة ومؤخرا تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين قوة دفاع البحرين ووزارة الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تتعلق بالتعاون بين الجانبين في مجال التدريب وإجراء التمارين المشتركة وفي هذه الأيام تشهد مملكة البحرين ختام التمرين البحريني الإماراتي المشترك لمكافحة الإرهاب جلمود ثلاثة بمشاركة قوات من الحرس الملكي البحريني وعدد من أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية في مملكة البحرين وجهاز المخابرات الوطني وحرص الرئاسة بالقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ليؤكد ذلك الحرص المتواصل من البلدين على رفع الجاهزية والاستعداد لكافة السيناريوهات المرتبطة بمكافحة الإرهاب تحديات مشتركة ومصير واحد ويدان تجتمعان على الخير وحفظ أمن الأوطان وفقرؤا حكيمة من قبل قائدين حرصا على تعزيز كل ما من شأنه حفظ أمن البلدين والارتقاء بالمنظومة الأمنية والعسكرية ليكون التعاون العسكري البحريني الإماراتي مثالا حيا لكل من تسول له نفسه المساس بأمن البلدين والبلدان الشقيقة وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة أوضح العميد متقاعد حسن الشهري من المملكة العربية السعودية أوضح أن تمرين جلموت ثلاثة يعكس مستوى العلاقات الأمنية والعسكرية التي تجمع مملكة البحرين بدولة الإمارات العربية المتحدة بما ينعكس على مصلحة دول المنطقة تشريف جلالة الملك حمد واسمو ريس دولة الإمارات العربية المتحدة لحضور اختام هذا التمرين لجلموت ثلاثة يعكس همية هذا التمرين الاستراتيجي الذي يعز القدرات الأمنية والعسكرية لمواجهة في الإرهاب يعكس أيضا مستوى العلاقات الأمنية والعسكرية بين البلدين الشفيقين وأيضا يعض من العلاقات الاستراتيجية والسياسية الأمر الذي ينعكس على مصلحة دول المنطقة وخلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة أكد الأستاذ ياسر بن مصباح خبير استراتيجيات الاتصال الحكومي والأمني ورئيس المؤتمر العربي الثاني عشر لجهاز الإعلام الأمني من تونس أكد على أن التنسيق الأمني المشترك بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة ينعكس إيجابا على أمن الخليج والمنطقة بالكامل مجالات التعاون والمجهودات التي تقوم بها وزارة الداخلية البحرينية والمؤسسة الشرطية مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومثل هذه المبادرات والتنسيق العربي المشترك سيكون له أكيد الإنعكاس جد إيجابي على أمن البحرين أمن الإمارات أمن الخليج وأمن المنطقة العربية بأجمعها وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة أكد المحل العسكري اللواء متقاعد منصور براشد من عمان أكد على ما تتمتع به مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة من قدرات وإمكانيات وخبرات سابقة في مجال مكافحة الإرهاب ليأتي تمرين جلمو ثلاثة معززا لهذه القدرات في الدفاع عن أراضيها من أي عدوان محتمل نحن بحاجة ماسة كدول مشاركين في التحالف لمكافحة الإرهاب لأي جهد عربي يساهم في الجاهزية وتطوير القدرات لمكافحة الإرهاب البحرين والإمارات علاقاتهم جيدة في هذا الموضوع وأيضاً لديهم قدرات متقدمة ومملكة البحرين هي قادرة على أن تقوم بهذا الواجب وهذه المهمة لأنه لديها قدرات ولديها خبرات سابقة ممكن أن تساهم مساهمة جيدة وأيضاً دولة الإمارات العربية لديها أيضاً التجهيزات والقدرات وإذا تشاركت هذه القدرات سوية فهذا يطمننا إحنا في الأردن وفي باقي الدول العربية على أن جبهتنا الشرقية في مكافحة الإرهاب هي جبهة قوية ومتماسكة وفي السياق ذاته وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة أكد الكاتب والمحلل السياسية الدكتور محمد مبارك بن أحمد على أن تمرين جلموت ثلاثة يأتي ليؤكد ويوضح للعالم التكاتف والتحالف بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة الأخطار والتصدي لأي عدوان خارجي إعلان مثل هذه التمارين والتدريبات المشتركة بين البلدين الشقيقين ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة من شأنها أن يوضح للعالم مدى التعاون التكاتف والتحالف بين البلدين لمواجهة الأخطار وخصوصا أن البلدين عنيا من مهددات بحكم ما يحكم هذه المنطقة من تهديدات إقليمية واستهداف لأمن واستقرار دول المنطقة وبالتالي يأتي التنسيق بينهما على مختلف مستويات العمل العسكري والأمني والاستخباراتي بما يوجه رسالة واضحة لكل من يحاول